اشتركوا في القناة وحرص على توفير الرعاية الطبية وتأمين ما يلزم لمعالجة مختلف الحالات المرضية مبينا ان القطاع الصحي في المحافظة في حالة جاهزية واستنفار على مدار الساعة لاستقبالي وعلاج جميع الحالات الواردة اليه ولفت دياب لان المحافظة حريصت على توفير كل ما يلزم لأهالي الفوعة وكفرية مبينا ان العمل قائم ومستمر لتلبية اي احتياجات طارئة وفي وقت سابق وصلت الى مشفى الاسد الجامعي بحلب عن طريق معبر الراموسة حافلات تقل عددا من جرح بلدتي الفوعة وكفرية الذين كانوا محتجزين لدى التنظيمات الارهابية وفد مراسل اخبارية في حلب بدخول 11 سيارة اسعاف سيارة اسعاف تابعة للهلال الاحمر العربي السوري عبر معبر الالف وسبعين باتجاه منطقة الراشدين لنقل جرحى من اهالي كفرية والفوعة باتجاه الاحياء الامنة ومن ثم الى مشفى حلب الجامعي التفاصيل مع انس رمضان تصل في هذه الاثناء الحافلات وايضا سيارات الاسعاف التي تقل الجرحى من الاطفال والنساء والشيوخ من اهالي كفرية والفوعة الذين اصيبوا في وقت سابق نتيجة التفجير الارهابي الذي طال الحافلات التي كانت عالقة في الراشدين اذا تم انزال عدد من الجرحى وستكمل هذه الحافلة تحديدا الى منطقة جبرين التي اعدت كسكن مؤقت لاستقبال اهالي كفرية وايضا الفوعة هناك عدد من الاطفال هناك اصابات حارجة يعني هي ليست اصابات باردة هي اصابات حارجة فعليا وردت الى هنا الى مشفى حلب الجامعي كنا بموقع التفجير ظلينا اربعة ايام يعني حالة يرسلها بالراشدين بالراشدين اثناء التفجير صار توزيع بطاطا اطفال كفرية والفوعة صار لنا سنتين ماذا والبطاطا حطوا نقطة ضعف عن الاطفال واستنوا لتجمع اكبر اكبر عدد من الناس من الاطفال من الرجال حتى يعني حتى البعيد اتأذى بهالتفجير لكن القريب يعني خسر اعضاء خسر ارواح خسر كل شيء كنا بيركين بالباسات نحنا واجه السيارة اجه فان اسود صار يوزع بطاطا اكتوه هات كوهم عليهم العالم على البطاطا وبعما خفيت شوية زحمة البطاطا وبعما خفيت شوية زحمة البطاطا صار الانفجار اخواتي قعدوا عشناتي وسندوا راسا على البلور امفجر سيارة البطاطا ايه فجريت ونصابوا اخوي حطيت ولادي نحس سمعت بقلب الباص صار الانفجار نزلنا عم نسأل من اللي صار هيك قالوا لي انه وسيارة البطاطا نفسه كاد عم توزع هي لساوة الانفجار اخدت اطفالي واسعفناهم هذه يعني دفعة من الجرحة التي وصلت في هذه الاثناء الى مشفى حلب الجامعي يوجد بالتأكيد هناك عدد اخر كما علمنا من مصادر الاخبارية السورية بان هناك عدد اخر من الجرحة ايضا سيصل طباعا الى مدينة حلب وتحديدا الى مشافيها الحكومية وفي سياق ذات الاتفاق خرجت اخر دفعة الارهابيين من مدينتي مضايا والزبدان بريف دمشق نحو ريف حلب ومن ثم الى ادلب وعلى الفور بدأت وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري العمل على تفكيك العبوات الناسفة وانزع الالغام من البلدتين ومن المنطقة الممتدة شمال شرقية بلدات بلودان وصل الى برج البلدة في ريف دمشق وذلك بعد اخلائها من الارهابيين لا هياكلة عظمية في بلدة مضايا ووجوه الناس هنا تضحط كل تزوير وسائل الاعلام على مدار السنوات الماضية بان شعب مضايا محاصر وجوه الناس هنا استقبلت الجيش العربي السوري ووحدات قوى الامن الداخلي بالفرح والسرور بعد خلاصهم من الارهابيين الذين كانوا بنغسون حياة اهل مضايا هنا في الشارع الرئيسي في بلدة مضايا تجد المواطنين خرجوا جميعهم الى هذه النقطة هنا احتفالا بدخول الجيش وايضا بدخول وسائل الاعلام لأول مرة الى بلدة مضايا تحدثت وسائل الاعلام الغربية ووسائل سفك الدم السوري عن عمليات تهجير للأهالي عشرة آلاف مدني من مجمل عدد سكان مضايا البالغ 12900 شخص بقي عشرة آلاف مدني اي جميع المدنيين في بلدة مضايا لم يغادروا من غادر فقط هم المسلحون واهاليهم وعائلاتهم ومعظم المسلحين الذين غادروا بلدة مضايا هم من خارج بلدة مضايا ومن الجبال المحيطة فيها وايضا القرى والمحافظات الخارجة من هنا في الدفعة الاولى التي خرجت من بلدة مضايا كان هناك 29 عنصر ارهابي تابعين لتنظيم داعش الارهابي لماذا لم تغادر الى ادلب؟ اني بحب بلدي بحب بلدي وخلصنا من الناس الحمد لله كانوا من حسالة المجتمع وباعوا بلدهم وباعوا ولادهم وباعوا لقاء حفلة الدولارات والله شفت كل شي مريح ونحنا بحاجته واللي عم نستنى نحنا وصلنا اله وما بقى في عنا هلا ايه تقريبا ولا شي يسبب لنا او مشكلة او ازعاج نحنا كانوا من غلبي عندنا هون عالم السلحة وما لحول ولا قوات والحمد لله ضحك لورق ذنينا ضحك لورق ذنينا بشكل عام بدأت بعض المحالة التجارية تفتح داخل بلدة مضايا دخول للمساعدات الغذائية والمواد التموينية بشكل عام تم ادخال بعض التجارة بعض المواد الغذائية خلال ايام ستعود ستعود يعني دورة الحياة بالعمل من جديد ونتابع في هذا السياق مشاهد لخروج الحافلات التي تقل الارهابيين من مدينتي مضايا والزبدان بريف دمشق والتي اصبحت بعدها المدينتان خاليتين من الارهاب والارهابيين كما تم دخول مساعدات انسانية وغذائية للأهالي الذين اختاروا البقاء في بلدتهم اشتركوا في القناة 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 الجيش على ثمانية ارهابيين من تنظيم داعش كما دمرت لهم دشمة رشاش في محيط الفوج 137 واجبل الثردة والمطار كما احبطت ايضا وحدات الجيش هجوما لتنظيم داعش ارهابي على نقاط عسكرية بريف حمص الشرقي وذكر مصدر عسكريا وحدات من الجيش خاضت اشتباكات عنيفة مع مجموعات ارهابية من تنظيم داعش تسللت باتجاه النقاط العسكرية من اتجاهات عدة جنوب شرقية مدينة حمص والفت المصدر الى ان الاشتباكات انتهت بمقتل عدد من ارهابي تنظيم داعش وفرار الباقين وتدمير اسلحة وذخيرة كانت بحوزتهم هذا وكانت وحدات الجيش العربي السوري احكمت السيطرة على مجموعة من التلال في محيط جبل القطار شمال شرقية مدينة تدمر بريف حمص وقضت ايضا على عدد من ارهابي تنظيم داعش عمليات مستمرة تنفذها وحدات الجيش ترسخ التقدم وتكبد الارهابيين خسائر كبيرة مصدر عسكري اكد احكام السيطرة على مجموعة من التلال في محيط جبل القطار بريف تدمر وذلك بعد القضاء على اخر تجمعات تنظيم داعش الارهابي في تلك المنطقة وحدات من الجيش وبالتعاون مع القوات الرديفة نفذت عمليات مكثفة ضد فلول داعش بمحيط تدمر وتمكنت خلال عملية السيطرة من القضاء على العديد من ارهابي داعش وتدمير اسلحتهم وعتادهم الحربي تطورا ياتي بعد احكام وحدات من الجيش والقوات المسلحة سيطرتها الكاملة على سد ابو قلة شمال غرب المحطة الرابعة لنقل النفط بريف تدمر ذلك بعد القضاء على العشرات من ارهابي داعش على محور ريف حمال جنوبي احبطت وحدات من الجيش هجوم ارهابيين من تنظيم جبهة النصر على مساكن العاملين في محطة الزارة الحرارية لتوليد الطاقة الكهربائية بريف حمال جنوبي في عمليات انتهت باحباط الهجوم والقضاء على عدد من الارهابيين وتدمير اسلحتهم وفرار من تبقى منهم اكدت المستشارة السياسية والاعلامية في رئاسة الجمهورية دكتور ابو ثينا شعبان ان هدف العدوان الامريكي على سوريا سياسي وردود الافعال تثبت فشله في تحقيق اي من اهدافه واوضحت شعبان في لقاء تلفزيوني ان حدثة خان شيخون مفبركة من دون شك وسوريا خالية من جميع الاسلحة الكيميائية كما اكدت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية في حزيران عام 2014 وعرضت شعبان ملفا يحوي على ابحاث علمية دقيقة صدرت عن اساتذة كبار وعلماء في الولايات المتحدة وبريطانيا والمانيا علماء يفندون كذب احادثة خان شيخون ويؤكدون انها قضية مزيفة الخارجية الروسية تعتبر ان تقاعس منظمة حظر الاسلحة الكيميائية عن التحقيق بما حدث في خان شيخون يضر بمصداقيتها ووزير الخارجية روسي سيرجي لافروف يبلغ نظيره الفرنسي جان مارك ايرولت خلال اتصال هاتفي التأكيد على ان استخدام الاسلحة الكيميائية في خان شيخون استفزاز صارخ يهدف الى تقويد نظام وقف الاعمال القتالية والحل السياسي للازمة لافروف كان اكد ان العدوان الامريكي لم يتمكن من ايقاف عجلة الحل السياسي في سوريا فيما تواصل قنوات التضليل والفتنة التحريضة ضد سوريا على مبدأ اكذب ثم اكذب ثم اكذب فلابد ان يعلق بعض الكذب في الاذهان فان موسكو تدفع من جديد بالمسار السياسي الى الواجهة استنادا على القرار 2254 باعتباره الاساس الوحيدة لحل الازمة في سوريا كما قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بالنسبة لموسكو توجد خطة متفق عليها منذ فترة طويلة مع واشنطن والامم المتحدة وهي قرار مجلس الامن رقم 2254 الذي يرسم كل جوانب عملية التسوية على اساس المبدأ الذي ينص على ان للشعب السوري فقط الحق في تقرير مستقبل بلاده الوزير لافروف علق من سوخومي عاصمة ابخازيا على ما يسمى خطة امريكية مزعومة لرئيس دونالد ترامب حول تسوية الازمة في سوريا مشيرا الى وجود قوى مستاءة تحاول خلق الذرائع بهدف تغيير الحكومة لقد بحثنا مع وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون الازمة السورية بحذفيرها وانا على ثقة تامة في انه لا بديل عن التطبيق الصادق لقرار مجلس الامن 2254 لقاءات طهران الثلاثية للتحضير لاجتماعات أستنى المقرارات في الثالث من الشهر المقبل ولقاء الدكتور الجعفري مع الامين العام للأمم المتحدة والتحضيرات الجارية لعقد اجتماع ثلاثيا بين روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة الاثنين المقبل في جينيف مؤشرات على ان العودة الى المسار السياسي باتت قريبة بعد فشل حملات التهويل والتضليل التي ترافقت مع العدوان الامريكي على سوريا في ضوء تأكيد رئيس الحكومة الروسية ديمتري ميدفيدف امام مجلس الدومة ان روسيا بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين ستواصل العمل من اجل تحقيق الاستقرار في سوريا اكد في الريجيرالدي الضابط السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية CIA اكد ان استخدام تنظيم داعش الارهابي غاز الخردة الاسام في العراق يؤكد مسؤولية الارهابيين عن استخدام الاسلحة الكيميائية في منطقة خان شيخون بريف ادلب واشار جيرالدي ان تصريحات البيت الابيض التي تزعم ان الحكومة السورية استخدمت الاسلحة الكيميائية خاطئة ومضيفا ان الهجوم على خان شيخون بالاسلحة الكيميائية يذكرون بهجمات نفذتها المجموعات الارهابية المسلحة سابقا كما ان امكانية استخدام تنظيم داعش الارهابي لمثل هذه الاسلحة كبيرة جدا وتتابعونا في بعض الفاصل ايضا الاحتلال يقرر بناء مائتين واثني عشر وحدة استطانية ضمن خطة استطان واسعة في القدس المحتلة قم للعلى وارفع سلاحك شامخة فالعز يطلب اهله مسترشدة هذه الحياة تواترت امجادها فكن الذي يهب البطولة سقدد هذا الزناد تناثرت نيرانه حماما على الاعداء يصحبها الردى لسنا الذين يهدنون عدونا فالنصر غايتنا وانطاق المدى من جديد اهلا بكم اكد سمحة المفتي العام للجمهورية دكتور احمد بدردين حسون خلال لقائه رجال الدين الاسلامي في حلب اكد اهمية نشر المحبة والسلام واعادة النظر في الخطاب المنبري الديني بما يوضح حقيقة الاسلام السمح والحق ورفض الخطاب المتشدد ومواجهة الفكر الظلامي الارهابي سوريا غير اللي كانت ابل اربعة ست سنين الجراح انخلتنا والفكر المتطرف دخل كل بيت وبيدكم ان تضيعوا هذه القلوب بيدكم ان تحولوها من الاحكام الى الحكمة ومن يؤتى الحكمة فقد اوتيها خيرا كثيرا بيدكم ان تشعلوا ضوءا قوله تعالى يحبهم ويحبونهم هذه المحبة هي الطريق الى الله عز وجل انضم عميد الاسرى السوريين والعرب المناضل صدقي سليمان المقتل الاضراب المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الذي اعلنه المئات من الاسرى الفلسطينيين في السجون يبدع الاسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال من خلال مواجهة بطش السجان وكسر عن جهية المحتل بشتى الوسائل حيث يستأنفون من فترة لاخرى معركة الامعاء الخوية باضرابهم عن الطعام عميد الاسرى السوريين والعرب المناضل صدقي سليمان المقتل من ابناء مجد الشمس المحتلة انضماء الاسرى المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال المناضل المقتل وفي رسالة من داخل السجن نقلها اهله اكد ان معركة الامعاء الخوية والام الجوع هي انتصار على الممارسات التعصفية بحق الاسرى ونصر للانسانية النبيلة والكرامة الوطنية وهزيمة للسجن والسجان المقتل اكد انه في خضم الصراع من اجل الكرامة الوطنية وحرية الوطن وايمانا بوحدة الموقف والمصير المشترك للاسرى في سجون العدو الاول لكل الشعوب العربية اعلن من داخل السجون مواصلة طريق المقاومة والنضال ضد الاحتلال الغاشم وممارساته العنصرية بحق الاسرى الاضراب المفتوح عن الطعام تزامنا مع اهتفالات عيد جلاء المستعمر الفرنسي عن ارض سوريا الحبيبة على امل الجلاء الكبير وتحرير كامل الجولان العربي السوري المحتل الاسير المقت توجه من قلب زنازين ومعتقلات العدو الصيوني المحتل بالتحية لارواح شهداء الجلاء وكل شهداء سوريا والامة العربية لافتا الى ان للجلاء قيما خالدة ستبقى متجذرة في نفوس كل شرفاء الوطن الى ذلك يواصل الاسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الاسرائيلي اضربهم عن الطعام لليوم الرابع على التوالي وذلك احتجاجا على سياسات الاحتلال التعصفية والظالمة بحقهم والاستعادة حقوقهم وقالت اللجنة الاعلامية المبثقة عن هيئة شؤون الاسرى والمحررين ونادي الاسير الفلسطيني قالت ان نحو 1500 اسير يواصلون اضربا مفتوحا عن الطعام تحت عنوان الحرية والكرامة في كل سجون الاحتلال الاسرائيلي منذ السابع عشر من نيسان الجاري تنديدا بسياسة سلطات الاحتلال الظالمة بحقهم وفي الاراضي الفلسطينية المحتلة اعلنت سلطات الاحتلال الاسرائيلي نيتها بناء مائتين واثنين عشر وحدة استطانية ضمن خطة استطان واسعة في القدس المحتلة امعنا في جرائمها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وضاربة بالحاق بكل قرارات الشرعية الدولية التي تدين ممارسات الاحتلال صادقت ما تسمى لجنة المحلية للبناء لبلدية الاحتلال في مدينة القدس المحتلة على بناء مائتين واثنتين عشرة وحدة استطانية جديدة في مستوطنتين بسجاد زائف ورامات شلومو ضمن خطة استطان صهيونية واسعة في الجزء الشرقي لمدينة القدس المحتلة وتعد هذه اول خطة بناء سيتم الشروع في تطبيقها في عهد الادارة الامريكية الجديدة وفي هذا الاطار اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية ان قرار المصادقة يشكل تحدياً صهيونياً للمجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية وخصوصاً قرار مجلس الامن الدولي رقم الفين وثلاثمائة واربعة وثلاثين ورأت في هذه الخطوة امعاناً في عمليات تهويد الارض الفلسطينية المحتلة وسرقة المزيد منها بهدف تهجير الفلسطينيين وارضاء جمهور المستوطنين الصهرين وطالبت الوزارة مجلس الامن الدولي بتحمل مسؤولياته في الدفاع عن قراراته وحمايتها وسرعة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتطبيق القرار الاممي الخاص بالاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة واجبار الكيان الصهيوني كقوة احتلال على وقف نشاطاته وعمليات الاستيطانية التوسعية لكن رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني بن يمين نتنياهو اعلن عن رفضه للقرار بل وزاد من وطيرة الاستيطان وهو ما يرجعه مراقبون الى التصريحات ومواقف الرئيس الامريكي دونالد ترام المؤيدة للكيان الصهيوني في العراق احباط هجوم انتحاري بسيارة مفخخة كانت معدة لاستهداف مدينة الكاظمية شمال بغداد خلال زيارة دينية واشتباكات عنفة في باب سنجار بالموصل القديمة بالتزامن مع حرب شوارع مع مسلحي تنظيم داعش الدقة والحذر الذين يتقنهما الجيش العراقي في التعاطي مع اجرام التنظيمات الارهابية كان السبيل لاحباط محاولة هجوم انتحاري في مدينة الكاظمية على الطريق الواصل بين الانبار وبغداد جنوب شرق الفلوجة الهجوم كان مخططا له بتفجير سيارة تحمل كميات كبيرة من مواد شديدة الانفجار لكن الجهد الهندسي افشل ذلك بتفجير السيارة موقعيا دون اي اضرار اما بالنسبة لسير المعارك على محور الموصل فقد تصدى جيش العراقي لارهابي داعش في اكثر من منطقة حيث جرت اشتباكات عنيفة هي اقرب لان تكون حرب شوارع لانها تجري على مسافة قريبة بين القوات العراقية والمجموعات الارهابية في منطقة سنجار في الموصل القديمة هذه الاشتباكات كانت نتيجة اطلاق ارهابي تنظيم داعش قذائف محملة بالمواد والغازات السامة على وحدة عفكرية عراقية فيها خبراء تابعين لما ينصم التحالف الامريكي مما ادى الى اصابات بين جنود الامريكيين يذكر ان هذه ليست المرة الاولى التي يطلق فيها ارهابي داعش قذائف محملة بالمواد السامة وهو ما يدل على امتلاك هذه العناصر الارهابية على مواد كيموية وغازات سامة في اليمن مقتل وجرح العشرات من مرتزقة هادي والنظام السعودي في صد هجوم على منفذ علب في منطقة عسير السعودية ومن بين القتل وجرح قيادات عسكرية كما تم اسر عدد من المرتزقة خلال هذه المعارك ردا على جرائمه المتواصلة بحق الشعب اليمني لقيا عدد كبير من جنود ومرتزقة النظام السعودي الامريكي مصرعهم وأصيب اخرون بعملية للجيش واللجان الشعبية في جيزان ونجران وعسير ففي نجران تمكن الجيش واللجان الشعبية من تدمير دبابة نوع ابرامز قبالة منفذ الخضراء بصاروخ ادى الى تدميرها ومصرع طاقمها وفي عسير وضمن عمليات الرد والردع حولت قوات الجيش واللجان الشعبية زحف مرتزقة العدوان باتجاه جبل الشعير في جبهة علب الى هزيمة كبيرة سقط فيها قتلى ومصابين وتم اسر عدد من مرتزقة العدوان وفي جيزان لقيا عدد من جنود نظام السعودي مصرعهم فاصيب اخرون اثر استهداف تجمعاتهم في مواقع ملحمة والفريضة وجوازات طوال وشمال صحراء ميدي بعدد من قضائف المدفعية بالاضافة الى تدمير تحصينات جنود العدوان في موقعي الربع والمقطاب والتي تم استهدافها هي الاخرى بعدد من قضائف المدفعية كما لقي خمسة من مرتزقة العدوان السعودي الامريكي مصرعهم في مديرية محافظة مأرب كان العشرات من قوى العدوان ومرتزقتهم قد لقوا مصرعهم خلال الايام الماضية في عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعاتهم وتحركاتهم في مديريتي ذباب والمخاب تعز ونهم برغم اقتراب موعد فتح الصناديق الانتخابية في فرنسا الا ان التكهنات لا تزال تسيطر على المشهد الانتخابي استطلاعات الرأي اظهرت ان وزير المالية السابق ايمانويل ماكرون حصد على نسبة من التصويت وهي 23% في حين تراجعت رئيسة الجبهة الوطنية اليمينية ماري لوبان لتصل الى 22% ثلاثة ايام تفصيلنا عن بدء الجولة الاولى للانتخابات الفرنسية في 23 من الشهر الجاري ذلك فيما يستعد المرشحون الاحد عشر للخوض مساء اليوم في الدفاع عن برامجهم الانتخابية عبر برنامج تلفزيونية بعد تمهيد لها عبر حملات خاصة بهم استطلاعات الرأي اظهرت تقاربا كبيرا في نسبة تصويت للمرشحين الاربع الكبار جان لوك ميلنشون اقسى اليسار وفرانسوا فيوم من اليمين وامانويل ماكرون يسار الوسط ومارين لوبان اليمين المتطرف لوبان شددت على خطابها الامني المعادي للهجرة ودعت الى تعليق الهجرة القانونية وتعليق اتفاقات شينغين على خلفية احباط عملية ارهابية في مرسيليا صحيفة لوفي جارو اكدت ان المتشددين الاسلاميين هم اعداء للديمقراطية وللحضارة الغربية وهم بتخطيطهم لضرب فرنسا في فترة الانتخابات فهم يسعون الى ضرب رمزا من رموز التسامح والحرية والنقاش هذه المفردات يكرهها الارهابيون اكثر من اي شيء اخر مجددا نحن امام هذا التباين والازدواجية التي تتسم فيها السياسة الغربية ولسيما الفرنسية بين محاربة الارهاب في بلدانهم ودعمه في سوريا وبلدان اخرى اذا ايام قليلة وتبدأ النتائج التي تنبئ برئيس فرنسا لخمس سنوات قادمة بهذا الخبر نصل الى ختام هذه النشرة تذكير بابرز العنوين عدد من الجرحة في الفوع وكفرية يصلون الى مشفى الاسل الجامعي بحلب ومضايا والزبدان خاليتان من الارهابي وحدات الجيش تحبط هجوما لتنظيم داعش الارهابي على نقاط عسكرية بريف حمصة الشرقي وفي مناطق عدة بدير الزور والافروف يؤكد ان استخدام الاسلحة الكيميائية في خان شيخون استفزاز صارخ وان العدوان الامريكي لم يتمكن من ايقاف عجلة الحل السياسي في سوريا ختاما نشكر لكم هذه المتابعة بامان الله اشتركوا في القناة